بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل فمنه العون وحده لا شريك له نموزج التلوث والكربون التلوث والكربون استعاب المقروء قطعة الأكسوجين الهواء هو كل المخلوط الغازي الذي يملأ جو الأرض بما في ذلك بخار الماء قاعد يعرف لنا في الهواء وشهو ويتكون أساسا من غازي النيتروجين والأكسوجين يعني الهواء هذا يا باشا بيتكون من أكسوجين ونيتروجين النيتروجين نسبته 84.78% والأكسوجين نسبته 20 وشوية ويوجد إلى جانب ذلك غاز ساني أكسيد الكربون نسبته 33% أو من ألف وبخار الماء وبعض الغازات الخاملة تأتي أهمية الأكسوجين من دوره العظيم في تنفس الكائنات الحية التي لا يمكن أن تعيش بدونه ويدخل في تكوين الخلايا الحية بنسبة عادل ربع المجموع الذرات الداخلة في تركيبها عشان يتوازن هذا الشيء يقول لك ولكي يتوازن ولكي يتوازن في البيئة وأن لا يستمر تناقص الأكسوجين شاءت حكمة الله سبحانه أن تقوم النباتات بتعوض هذا الفاقد صحيح أن نتنفس نأخذ أكسوجين نطلع ساني أكسيد الكربون كده في نقص حكمة رب العالمين إن النباتات رب العالمين جعلها تعوض هذا الفاقد من خلال عملية البناء الضوء حيث يتفاعل الماء مع غاز ساني أكسيد الكربون في وجود الطاقة الضوئية بالشمس التي يمتصها النبات بواسطة مادة الكولوروفيل هذه المادة خضراء ولذلك كانت حكمة الله عز وجل ذات أثر عظيم رائع فلولا النباتات لما استطعنا أن نعيش بعد أن ينفذ الاكسوجين بعدما خلص الاكسوجين بح عن بح مش هنقدر نعيش في عمليات التنفس والاحتراق ولا تواجد أي كائن في حي في البر أو البح طالما ما في أكسوجين ما يعيش إنسان أبداً أو كائن حي على وجه الأرض إذا أن النباتات المائية أيضاً تقوم بعملية البناء الضوئي حتى النباتات تعمل عملية البناء الضوئي وتمد المياه بالاكسوجين الذي يذوب فيها واللازم لتنفس كل الكائنات البحرية يقول لك ما أنسب عنوان القطعة أهمية الأكسوجين في الطبيعة أو في الهواء أقول لك ما حد شيء يادرعيش من غير الأكسوجين ما تقيش عشان ما فيش ما هي نسبة تركيب الذرات غير الأكسوجين في المخلوقات يعني غير الأكسوجين أو نسبة الظرات الغير حاملة الأكسوجين في النبات أو نسبة تركيب الذرات غير الأكسوجين في غلاف الجو 75 طبعاً إحنا بيسألنا نسبهم غير الأكسجين يعني مش بيسألك النتروجين كام ولا بيسألك الأكسجين كام طبعاً الأكسجين هنا 20 يعني احتبر 21 فلما نقربها نقول حوالي 25% تمام شيء تقريب يعني تقريباً 25% طيب غير الأكسجين نسبتهم كام يعني كانهم نقول 100 نقصنا منها 25 وينك يا عمر المهدي وينه الأستاذ عمر المهدي وينه وينه يوباً 100 نقص 25 تعطينا 75 بس كده طيب بس يا دكتور هي 20 واحد من أو 9 من 10 مش 25 ما هو فيه مسأل كده حتى عندكم في الكم كده تكون الإجابة تكون الإجابة مش دقيقة تقريبية يعني طيب تعمل صبغة الكلوروفيل على امتصاص الطاقة الضوئية موجودة في النص بالنص كده الطاقة الضوئية تقوم النباتات بالنسبة للأكسجين بإنتاجه النباتات تسوي تنتج لنا الأكسجين النباتات يمتص سني أكسجين الكربون ويعطينا الأكسجين سبحان الله الآن إحنا نطلح سني أكسجين الكربون ونأغض أكسجين النبات يأغض سني أكسجين الكربون ويعطينا أكسجين يا الله هذه الحالها والله هذه الحالها تدل على قد أن للكون خالق هذي بس ايه والله هذي يدل أن الكون الخالق مدبر واحد أحد لإني لو وقف النبات عن إنتاج الأكسجين مات الناس كلهم والنباتات والحيوانات وما تقلش عشان ما فيه شاءت حكمة الله عز وجل لأن تكون داينة متكاملة أغدنا أكسجين وطلع سنوكسيدي الكربون النبات يأغد سنوكسيدي الكربون ويطلع أكسجين يبا النباتات وش بتسوي بتنتج الأكسجين ما الغاز المهم في عملية التنفس هو أكسجين لا هو نت لا هو آب تفاحة لا يبا هو أكسجين هنا الحين ليش خالتك رانضة هذا تقول لي هو أكسجين لأن الأكسجين مهم جدا في الحياة ما الغاز الذي يحتل أكبر نسبة في الهواء الغاز اللي نسبته عالي جدا في الهواء تعالوا كنا نشوفه نسبة من بعيد تقريبية وش أعلى نسبة؟ هذي عشرين تلاتة وتلاتين من آلف هذي ثمانية وسبعين وشوية النيترو جي طبعا بدون أن أوقف الفيديو طبعا اليوم ما نمت خالص قد يكون شرح ممل شوي شوي فالله يعينكوا علينا تحملونا اليوم شوي ما الغاز الذي يحتل أكبر نسبة في الهواء كنا الله يسعدك يا فالح هو النيترو جين ما الغاز الذي يحتل أكبر نسبة في الهواء هو النيترو جين جبناها شوي نفهم من الفقرة واحد أن المنتج للأكسجين هو النباتات عموما سواء كان كاتشا بلا بطيخ أي نبات ينتج لنا الأكسجين وهذا هو السر لما تروح المزرعة تكونوا مستأنسين جربوا كده ركزوا أنت بتفكروا أنك مبسوطين عشان اليوم خميس وطلعين وإذا كده لا مش عشان خميس كاتشب في البطيخ لا عشان الجو أصلا جميل الهواء يكون برضو فيه إفرازات للأكسجين كثير فيه أكسجين فيه تنفس مو أي نبات يصنع أكسجين أي نبات يصنع أكسجين يا باش لازم يكون أخضر عديها النسل بعضيها اعمل نفسك ميت اعمل نفسك ميت بخار الماء يعتبر أحد مكونات الهواء أحد مكونات الهواء نفهم من النص أن الأكسجين يعتبر الأكسجين أحد مكونات الهواء الماء يعتبر والهواء فيه أكسجين اللي هو أو يبقى بخار الماء أحد مكونات الهواء الأكسجين اللي هو أو أحد مكونات الهواء اللي هو نفهم من النص أن الأكسجين يوسل إيش؟ 25% من الذرات الداخلية تكون في الخلايا نجبنا هنا تقريبية كانت 20.9 يعني تقريباً 21% فنقربها الـ 25% تقريباً يعني 25% طيب قطعة الخسوف والكسوف طبعاً يا شباب قطعة زي كده بتكون قطعة علمية بحدها يعني إيش؟ يعني وش تقصد يا دكتور؟ يعني ينفع الحفظ فيها يا دكتور هذي قطعة تفهم؟ لا يا عسل تعال له أنا أقول لك هذه معلومات اللي في الروضة بيغدوها واللي في المتوسط بيغدوها واللي في السنة بيغدوها واللي بيعملوا ماجستير بيغدوها يعني إيش تقصد؟ يعني معلومات ما تتغير هل؟ هيقول الأكسجين ما صار ضروري الحين خلاص إحنا في القرن الكتشب لا يا عم مهم لين آخر واحد يموت؟ الأكسجين مهم لين آخر نفس في حياتنا أغلى ما تملك قبل ما تموت الأكسجين هذا إذا أراد الله لك أن تموت ويجي الموت هي أغدك الحذيبي ينقطع عنك التنفس الثاني يا واحدة بس تموت بحث أو بحث فالقطع العلمية هذه لا تزعي لكم ليه؟ لأن الزجرات القطع عابر سبيل كذا ومشيتوها وحفظتوا الأسئلة مستحيل تغلط فيها لاهش لأن معلومات ما تتغير مش محتاجة قطع أصلا ده معلومات عامة دي معلومات علمية الكسوف والخسوف هما تعتيم سماوي يحدث عندما يسقط ظل جرم سماوي على جرم آخر أبشر يا علي بس عندي السؤال الثاني أو عندما يتحرك جرم أمام آخر فيحجب نور ضيائه هذه عندنا حاجة توقف قدنا بحاجة لنا عليه ظلها الكسوف والخسوف هما تعتيم سماوي يعني عتمة يعني ظلام جاء من وين السماء أقول لك نفهم أن الأكسوجين يعتبر مفيد للتنفس هو مفيد بس مش إجابة هذه من كلنا عارفين أنه مفيد لكنه أحد مكونات الهواء كم سبب ذكر في النص لحدوث الكسوف والخسوف تعاكنوا نشوفو الكسوف والخسوف هما تعتيم سماوي يحدث ميتاد واحد عندما يسقط ظل جرم سماوي على جرم آخر سعد طويل وفهدك سير فظل سعدي يغط على ظل فهد خلاص هذا يصار فيه تعتيم أو أو يعني تنشي اثنين عندما يتحرق جرم أمام آخر فيحجب نور ضياءه تعرفون مش ليش أسأل الله العظيم رب العاشر ألا يحرمنا وإياكم ألا يحرمنا وإياكم من هذا الفضل الكبير العظيم اللي هو يعني الصلاة في المزل الحرام ورؤية الكعبة وزي كده لما يكون في ناس في الضر الثاني وقفين يشوفوا الكعبة وناس جلسين اللي وقفين شايفين الكعبة اللي جلسين مش شايفين هذا حجب عندما يتحرق جرم أمام آخر فيحجب نور ضياءه فدول وقفين وإحنا وراهم ما نشوفوا شي يبقى عندي ناس سببين ما الكلمة التي يمكن حذفها تعالوا كده نشوفوا الكسوف والخسوف هما تعتيم سماوي يحدث عندما يسقط ظل جرم سماوي على جرم آخر أو عندما يتحرق جرم أمام آخر فيحجب نور ضيائه حنحزفه هنا نور ليه؟ لأن نور وضياء بمعنى واحد فقاعدين نهري ألفاظي بنعيد ونزيد وكتشاب وكذا أقرب كلمة لجرم سماوي يمكن استبدال كلمة جرم سماوي بكوكب الكواكب أجرام سماوية موعدتما وزي كذا يبقى كلمة جرم سماوي علميا بتسوي كوكب ليقدر نحفظها نحفظها ليها علاقة بالقطعة ما لهاش أي علاقة بالبطي قريض القطعة ما لهاش علاقة بالإجابة وما لهاش لازم نحفظه كذا الأجرام السماوية هي الكواكب الكواكب معنى كلمة سماوي يعني يحدث في السماوية جرم سماوي يعني حاجة بتحصل في السماوية أرضي كلمة مشهورة عند المصرين هالبنت ده ساروخ أرضي قوي ساروخ أرضي قوي يعني ماشي على الأرض وماشي في السماوية جرم سماوي كوكب سماوي أي يحدث في السماوية شوفوا لحظوا معايا كل الأسئلة هنا على القطعة هذه نقدر نجاوبها صدقوني بدون ما نرجع للقطعة إلا حشتين كم سبب لازم نقرل القطعة وإيه اللي نقدر نحزفها كلمة نور لأنها لازم نقرل قطعة الباقي ينحفظ عادي جرم سماوي معناها كوكب سماوي معناها يحدث في السماوية قطعة الكربون لا يتوجد حياة على وجه الأرض بدون الكربون من شوية قلنا أكسجين أيوة أكسجين وكربون عملية رب العالم تعرفون وسمحوني يعني أنتم شاء الله سيعقولكم أرقى من ذلك تعرفون رب العالمين لو ما كان غرس فينا يعني غريب اختلاف هذا هذا الرجل وهذا بنت ويعني الرغبة في بعض يكملوا بعض ويعونوا بعض وكذا والله ما تزوجت وحده ولا تزوج رجل على قولة واحد كنت أقول يا أخي الله يزوجك أقول لي أنا أجيب وحده أوديها المشغل وأجيبها وأصرف عليها وأوديها السوق وأجيبها وأوديها وأشتغل وأعطيها الراكب كامل والله ما تزوج وهذه في نفس الوقت تقول حمل وولاده وموت خير إن شاء الله كذا سبحان الله رب العالمين غرس فينا هذه الغريزة وهذه الفطرة حتى تستقيم الحياة كذلك رب العالمين سخر لنا النباتات تعطينا أكسجين وتأغد مننا سنوكسيد الكربون وإحنا نعطيها سنوكسيد الكربون ونأغد منها أكسجين يعني لو ما بسنوكسيد الكربون أيضا تتضرر النباتات لا توجد حياة على وجه الأرض بدون الكربون فالكربون في حياتنا في أجسامنا في طعامنا وفي هواءنا والكربون عنصر لا فيلزي موجود في الألماس والصخور الكربونية كالتبشير ويوجد في الهواء وعندما يتحد مع الوقود ينتج ساني أكسيد الكربون الذي يتصاعد للغلاف الجوي فيسبب الدف والفرط منه يسبب التدفئة والحرارة الكثرة من ساني أكسيد الكربون يخلي الغرفة دافئة هذه ما ظنيت يعني عندكم لكن موجودة في الدولة الفقيرة لما يكون فيه شتاء وناس متجمعين في غرفة والله يمكن عندكم هذا بعد الحريم متجمعين ممكن تلقاه عندكم الحريم متجمعين في غرفة كلهم في المجلس في المقلة حسب ما تقولون متجمعين مثلا سبع حريم عشر حريم خمستاشر عشرين ومسكرين الباب صير الجو وبارة تلج 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 كده تلج نجو مطر وفي الغرفة اللي هم فيها ضرجة حرارة مقربة توصل ستين أنا يعني أمزح ستين يعني ماسح يعني أكسيد النيا دافية بسبب التنفس التنفس ستين أكسيد الكربون يمين النص إلى علم الفيزياء ولا الأحياء ولا الكيمياء الكيمياء بيدنا أكسجين وسن أكسيد الكربون وتجارب ومحفز وحرارة وكتشم ومطيخ على طول كيمياء علاقة جملة فالكربون وفي حياتنا شوفوا فا بيسموها هذه فا السببية الكربون في حياتنا سبب لكذا تعالي شوفوا الجملة واش تقول فكروني في أي سطر يا بنات عشان ما ندورش كتير لا توجد حياة لا توجد حياة على وجه الأرض بدون الكربون لا خير فالكربون في حياتنا إذن هي تعليل لا يوجد حياة فالكربون يعني عشان الكربون يعني في الحلة معنى كلمة فرط كتار تحتاج القطع لا لا تحتاج فرط اكثار يقول لك فلان هذا عنده فرط حركة هذا فرط حركة ممسوس ممسوس يقولون سبب يعني مشاغبة الأطفال والحركة اللي عندهم أن الأمهات كانوا مشغولين بالجوالات وأنية هم حامل يعني 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 هي حامل في هذا الولد والله يخض فيه قطع بتقول كده هذا الكلام وهذا الكلام ما بيجي عبس كده يكون مدروس علميا يعني اللي بيجي في القطع هذا الكلام مدروس علميا يعتبر الكربون بالنسبة للنبات ضروري الكربون ضروري جدا إذا ما كان فيه سنة وإذا ما كان فيه نبات ما راح يطلع علينا أكسجين وإذا ما طلعنا أكسجين بحه ومبح يجي الموت ويأخذك حبيب ما فيش ما فيش الألماس يحتوي على كربون لافنزي كيف جبناها هذه القطعة بتقول أن الألماس واللي مش عارف وكده شوية حاجة كده تحتوي على الكربون طب من وين جبنا لافنزي هذه أيضا في نفس الفقرة يقول لك والكربون عنصر لافنزي فهنا دمجهم مع بعض فقط علاقة جملة إحنا قلنا الأسئلة الخبيثة علاقة ويعود الضمير على كذا لازم نقراها علاقة جملة حيث أنه مهم للحيوانات والنباتات ذكروني أي سطر يا الله مو موجودة طورنا عليها ماها موجودة لا توجد حياة على وجه الأرض بدين الكربون فالكربون في أجسامنا في طعامنا فهو أنا مش موجودة طيب الحالة هذه إيش اسواضع في حالتين موجودين إن السؤال هذا أصلا كذا جايب لكم معلومة أصلا علمية ما تحتوي القطعة وهذا وارد وارد لو كان النموذج جديد لو كان النموذج جديد يعني إيش جديد زي إيش الحاجات اللي لسه شي النهار ضوصل إن مصطفى ناس الكلام لكن هذه مش نموذج جديد ده من زمان طور في ألفين مليونين من أنت 2050 علاقة جملة حيث أنه مهم للحيوانات والنباتات بما قبلها هنا تفصيل بفصل حيث يعني تحسنت ترى يا بنات أنا تحسنت في اللفظ شوي حيث إن أنا بديت أذكر وبقي تحضر عند الدكتور شعبان حماد التلوث يعرف التلوث بأنه اختلاط للنظام البيئي بمواد وأجسام غريبة أجسام غريبة اختلط بالنظام البيئي وبغض النظر أكانت هذه العناصر كيميائية أو حتى حاوية ليه لأنها على جميع الجهات تلحق الضرر بالبيئة وبجميع الكائنات الحية التي تعيش فيها من إنسان وحيوان ونبات وهذا بفعل بشري من الإنسان ونشاطات اليومية يعني التلوث هذا من اللي بسوي الإنسان واحد فتح مصنع بدل ما يجيب حاويات للزبالة يروح يرمي الزبالة في أي مكان حيث إن بعض السلوكيات الخاطئة والنشاطات الغير مدروسة تؤثر في البيئة التي تعيش فيها الكائنات الحية وتؤدي إلى اختلاطها وتغير بعض المعالم فيها يحدث التلوث المائي بسبب سوء استخدام الإنسان للماء وعدم حرصه يحدث التلوث المائي بسبب سوء استخدام الإنسان للماء وعدم حرصه عليها أما تلوث البحر يحدث نتيجة الحوادث التي تتعرض لها السفن نقل النفط خاصة مثلا سيارة ماشية بنفط ولا بغاز ولا بغاز ويحدث فيها التلوث والحرائق أما الملوثات التي تلفظها المصانع لمخلفات المصانع أو المبيدات السامة التي تصل للمياه بأشكال مختلفة أو نتيجة أو نتيجة إلقاء مياه الصرح الصحي والصناع في البحار المحضر يعني تكلم يعني أن فيه تلوثات بتيجى عن طريق البواقع المصانع يرموها في البحار مياه للمصرف الصحي في البحار وهكذا تصل للمياه بأشكال مختلفة حيث أن نتيجة إلقاء مياه الصحي والصناعي في البحار والمحطط ترفع درجة حرارتها مما يد إلى موت الكائنات البحرية لما يضعوا بواقع الصناعات ترفع حرارة المياه فتموت السمك اللي فيها أما تلوث التربة فيرتبط بالتربة نفسها وهو نوع خطير من أنواع التلوث يحاول الإنسان الحد من أدرام وقد يحدث نتيجة استخدام مياه الصرف الصحي أما المياه الملوثة إشعاعيا أو كيميائيا أو من خلال إضافة مواد ضارة بالبيئة إليها كمواد الحشرية والكيميائية هذا اللي الإنسان بحط مواد أصلا تموت مواد كيميائية أو مواد حشرية عشان مثلا يقتلوا صراصير يقتلوا النمل وهناك أيضا التلوث البيولوجي الناس اللي تخش مواد علمية في الجامعات سيكيولوجي وبيولوجي ومايولوجي حتلاقي أولوجي هذه عينة أولوجي أو ما يعرف باسم التلوث الحيوي ويعرف بالكائنات الحية الدقيقة وتغير خصائصها في البيئة البحرية وينتج عند التخلص من مياه الصرف الصحي قبل معالجتها كيميائيا أنسب عنوان لنص التلوث البيئي البحري قاعد يتكلم عن الملوثات اللي في البحر اللي بنرمو الحاجات في المصانع في البحر بنرمو بقايا المصانع في البحر بيرمو أدوية في البحر وحاجات زي كده التلوث البيئي البحري قاعد يتكلم عن البحر يعني يوفى من الفقر الأربع أن التلوث الحيوي يتبع علم الأحياء حيوي أحياء على طول قطع الأشجار عبارة عن ملوث مباشر ولا ملوث غير مباشر ملوث غير مباشر لماذا كل هذا الحزن في عينيك لأن احنا قلنا اتفقنا أن الشجر بياخد مننا سينوكسيد الكربون ويعطينا أكسجين طب لما نقطع السجر يصير في الهواء سينوكسيد الكربون كثير والأكسجين قليل فيصير فيه تلوثات غير مباشرة علاقة جملة حيث ويرفع درجة حرارة الماء بما قبلها نتيجة لأنه قاعد يتكلم عنه خلينا نروح للجملة بالله ساعدوني يا بنات عشان ما نطولش شوفوا جملة حيث ويرفع في سطر كان أنا فاكر نفي أواخر أواخر القطع كذا هذه بقولك حيث ترتفع درجة حرارتها مما يؤدي إلى موت الكائنة درجة يقوله المصانع المبادرة لا تصل للحياة بأشكال مختلفة أو نتيجة إلقاء مياه الصرف الصحي الصناعي في البحار ومنحطان طب لما المياه يرمو الصرف الصحي والحجات زي كذا حيث ترتفع هنا العلاقة هنا قاعد يقول لما نرمي كذا حيث علاقة نتيجة يعني إيش نتيجة يعني لما نرمي مياه الصرف الصحي ينتج عنها ارتفاع في درجة حرارة المياه مما ينتج عنه كذلك موت الحيوانات وفقا للفقرة أربع فإن العلاقة بين موت الكائنات البحرية اللي من شوية قرنها ترتفع درجة حرارة ومن سمة تموت موت لأيه الحيوانات ورفع درجة حرارة المياه نتيجة نحن قلنا لما نرمي الحاجات حق المصانع في البحر ترتفع درجة الحرارة ولما درجة الحرارة ترتفع يموت الأسماك يبا موات الكائنات البحرية الأسماك نتيجة ارتفاع درجة حرارة نتيجة رامي المخلفات الصناعية في البحار هذه كلمة تلفظها الواردة في فقرة نين هذه لما يقول لك ها أو علاقة لازم نرجع هروح لفقرة نين وين القطعة صحبنا عليها ولا ويش وينك يا قطعة فل دوخان لدوخين للمونة دوخين للمونة لدوخين هذه فقرة نين لما يسألنا عن فقرة نين يبا حنقرأ فقرة نين بس يحدث لتلوث المائي بسبب سوء استخدام الإنسان للمواع عادة الحرص أمام الكتشف في البطيخ فيحدث نتيجة كذا أيوة حيث تتعرض لها السفن نقل النفط خاصة أو الملوسات التي تلفظها يقول تلوث الماء البحري يحدث نتيجة الحوادث التي تتعرض لها السفن نقل النفط خاصة أو الملوسات التي تلفظها المصانع الهاء هنا تعود على المصانع أو المبيدات السامة تعال نشوف الهاء هنا تعود على إيش يا أحسن طلاب في الدنيا عائد على المبيدات الحشرية أو المبيدات أو مخلفات المصانع شوفوا تلفظها المصانع أو المبيدات يعني عائد على المصانع أو المبيدات بس هنا ما في مصانع في هنا مبيدات يبقى تعود على المبيدات شوفوا أو الملوسات التي تلفظها المصانع أو المبيدات السامة يبقى هنا لها تتعود على المبيدات السامة أو المصانع تعال أروح للهاء للتناظر اللغزي العجق الممنوع هم وغم كان النبي صلى الله عليه وسلم يلا تعالوا معنا شباب والفنات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم والغم ننسينا ستة وعشرين شباب بولا ايه احنا شايف الناس كدبين ستة وعشرين تبونا كده عشات انا شوفت ستة وعشرين هل احنا سحبنا عليه يعني مثلا الهاء في تلفظها قلنا الملوسة بسم الله وفقا لما ورده في النص في ايه الات صحيح الانسان هو المصدر التلوس وضحيته هو اللي عامل المشاكل كلها وفقا لما ورده في النص في ايه الات سيعتبر سببا المشترق اللي تلوس التربة المبيدات بتلوس التربة وبتكتل حيانات البحرية كنا هم وغم النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعز بالله من الهم والغم منع وصد ترى هذا يبا الهم هو الغم والمنع هو الصد مشكلة أو طامة اشتدال الشيء المشكلة الكبيرة طامة فإذا جاء يوم يتذكر يوم يتذكر المستشفى وجناح العلاقة هنا جزء من كل الجناح جزء من المستشفى جناح النساء والولادة مثلا جزء من المستشفى الجبال جزء من الأرض لأن الأرض عبارة عن جبال وهطاب وسهول وبحار ومحيطات وأرض عادية وأرض مستوية وأرض مستفعة كذو هكذا يبا الجبال جزء من الأرض كما أن الجناح جزء من المستشفى يلا مأذون وعقد يلا يا شباب يلا يا بنات هذا شيء يهمكم هذا هذا شيء تحبونه الشباب طبعا البنات يعزفون عن الزواج بطريقة ما مرت على أمة من الأم ما أدريش السالفة لكن ما مرت على أمة منذ أن خلق الله البشراء إلى الآن يلا مأذون وعقد مأذون وعقد وظيفة المأذون العقد ووظيفة الثلاجة التبريد التلاجة تبرد يا بنات والمأذون يعجز الشباب على البنات وظيفة المأذون يطلع عقد الزواج اللي هو التملو أو الملكة العقد يحتاج معذون والتبريد يحتاج تلاجة بس في تبريد بدون تلاجة سفينة وربان الربان مسؤول عن السفينة والأمير مسؤول عن المنطقة أمير منطقة الرياض مسؤول عن الرياض ربان السفينة هو المسؤول عن السفينة يبقى علاقة مسؤولا سواك أسنان يعود الأراك أراك سواك وأسنان السواك يستخدم في الأسنان والمكنسة تستخدم في الأرض أو السواك يستخدم في تنظيف الأسنان والمكنسة تستخدم في تنظيف الأرض العلماء والأنبياء وارث ومورث العلماء ورثة الأنبياء والوارث اللهم الأفناء يعني يارثون والوارث يارث المورث العلماء ورثة الأنبياء والوارث يارث المورث غسق الليل وصبح النهار بداية الليل تسمى غسق وبداية النهار تسمى الصبح يبقى بداية الليل تسمى غسق الليل شوفوه غسق الليل بداية الليل صبح أصبح الصبح يغني للحياة الناعسة هذا أبيت شعر على الأدبي أصبح الصبح يغني للحياة الناعسة الصبح أصبح يغني يعني بداية النهار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقلط يا سلطان أقلط أقلط عام الحق من الحاجات المكروهة إلقاء السلام في مجالس العلم يعني أنا قاعدين نشرح الكتشب يجي واحد يقول السلام عليك وعليكم السلام يجي واحد يقول وعليكم السلام فهي تصير سلفة بتضيع عليه تشتيت الناس تشتيتهم غواص ومحار الغواص ويبحث عن المحار حتى بالصف نعم لا حتى بالصف انت داخل يرجع يرجع لداخل داخل وبعدين في الصف محدش يبيدرس حاجة في البقتية الناس باليوم يخلص بس عطار يبحث عن المسك الغواص يبحث في المحار والعطار يبحث في المسك الغواص يهتم بالمحار العطار يهتم بالمسك الغواص يعطينا محار والعطار يعطينا المسك فإن المسك بعض دم الغزال عقار وأرض يا أحسنت الله الأرض نوع من العقار الأرض يعني قطعة أرض فاضية قطعة أرض فراغ الأرض قطعة الأرض نوع من العقار والرمح نوع من السلاح علاقة تصنيف وعلاقة نوعية الأرض من العقارات والرمح من السلاح يقول لك العقار ابنك البار يجيب فلوس بس منافسة وتطور شجرة وثمرة ينتج عن المنافسة التطور أنت قاعد أنت نفسي بانتخالتك في مذاكرة النمازج وزي كذا فتجيب هي تجيب هي تسعين وأنت تجيب واحد وتسعين أنتم اثنين اتطورتم فينتج عن المنافسة التطور وينتج عن الشجرة ثمرة آبار وبترول مكان البترول في الآبار علاقة مكانية ومكان الكلمات في المعجم نجم وليل وشمس ونهار النجم في الليل والشمس في النهار علاقة زمانية زمان النجوم في الليل وزمان الشمس في النهار سوق ومشترون ومطار ومسافرون علاقة مكانية محترمة جدا المشترون مكانهم في السوق والمسافرون مكانهم في المطار باحث ومعلومة الباحث يبحث عن المعلومة والطبيب العلاج وظيفة الباحث المعلومة ووظيفة الطبيب العلاج يعالج ارميها في أي حتة مش عارف ايه كده طالعين كده حاجات كده حاجات كل دوخان كل دوخاء يا دكتور مسئيدك مش عارف ايه أم الكاتشف البطيخ شرطة ولسه صحيح أصبر يا عم الحق خلينا بس نظبط الدنيا سوق ومشترون مكان المشترون في السوق ومكان المسافرون في المطار وظيفة الباحث المعلومة وظيفة الطبيب العلاج نجوم مكانها في السماء والحيتان مكانها في البحر يقولك حتى الحيتان في البحر هذا جاي في الحديث شوفوه حتى الحيتان في البحر يبقى العلاقة هنا مكانية حيتان مكانها في البحر والنجوم ومكانها في السماء الشرطة يبحث عن اللص لا الشرطة ما يبحث عن اللص الشرطة وظيفة الشرطة الأمان الأمن مش مهمة الشرطة إنه أقولك ها أشوف مين بيصرفوا كذا لا مش وظيفة الشرطة يعني على ما أنتوا فاهمين أن يجيب الكبيرة والصغيرة اللي هي فاسدة لا يوفر الأمان اللي هو يظهر بالمعاصي تعالى انت غلط كيخ لا عد سويها غرامة خمسة يا شاطر لا عد سويها يا شاطر القناعة تجعل الفقير غنيا القناعة تجعل الفقير غنيا والطمع يجعل الغني ثريا هو الغاني ما هو غني أصلا الغني عثاري الطمع يجعل الغني فقيرا فالزم القناعة واحذر الطمع الطمع يغل الغني فقير وهذا اللي جعله في القرآن قال إيه إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة عن تسع وتسعين نعجة يعني ليه تسع وتسعين نعجة ولي نعجة واحد بشكل كنت بتنامي لتكون كنت بتنامي انفجأة يا دكتور الله يصلح حانك أنا لا أخفيكم سرا أمس ما نمت إلا ساعة ونص بالليل وروحت مدومت مواصل وما نمت إلا الحين هذه إرادة رب العالمين أنا قاعد نقول البنات اللي بتنوم باقي العيشة طرح أجيبك عكتين بالسكر والله العظيم يا إخواني ويا أخواتي ما عبت على أحد إلا ابتلاني الله عز وجل عشان إيه ما عاد أسويه خلاص توبة توبة آخر نوبة يبقى عندنا هنا الصديق الصديق الحقيقي إذا لم يستطع يستطع إنقاذك فلن يسمح لك بالنجاح الصديق الحقيقي إذا لم يستطع إنقاذك لما قدر ينقذك فلن يسمح لك بالغرق لن يسمح لك بالفشل على الأقل حتصوت يا دهوتي يا دهوتي فيه فيه ترند كده الحانة الحانة زي كده حتصوت حتى على الأقل ما بتعرفش تعرفش تعم بس حتصوت تشوف حد يعرف ينقذه بسرعة فصديق الحقيقي لو ما قدر ينقذك ما رح يسمح لك بالغرق أبدا المواقف تحدد الأشخاص سطر الله ما سطر يا فالح في حاجات تيكي كده بتضحكني في حاجات في حاجات على الخاص أقرأها واسكت واضحة أحيانا ما أمزق نفس المواقف تحدد الأشخاص فلا تحكم على الناس بأفعالهم وما نحكم على بأيه ببطيخ ده الأفعال هذه هي تبين معادن الرجال والنساء يقول لك الرجال هذا وهو عند كلمته أو الرجال هذا إذا قال فعل فالناس مثاليون وهم يتحدثون وإحنا نتكلم الدينة زي الكل في مثال مصري يقول لك كلام الليل متهم بزبدة إذا طلع عليه النهار يسيح يعني واحد صهران ومتحمس أنا الله العظيم بكرة أذكر لي 30 نماذج وبعد بكرة أذكر 30 أذكر 60 وخلاص أربع أيام خمس أيام كده وأنا مخلص لك النماذج كل صباح الصباح راح لمدرسة جينا مبح ومبح بح بح يبا الأفعال ذا الأفعال زي العسل هي اللي بدلها للرجولة الذي لا رأي له كمقبض الباب عامل زي الأكرة حق الباب هذا يستطيع من يشاء أن يكسره وإحنا بنكسر الأكرة حق الباب ما نقدرش لو نقدر كنا عملناها لأي من حديد نحن بنقليبها نحن بنقليبها كده ندورها يستطيع من يشاء أن يديره يعني يصير إمعه يمين يا فهد أبشره شمال يا فهد حاضر لا تذاكر يا فهد إيه والله صادق قم تذاكر يا فهد إيه والله أنا معك حق يلا نلعب يا فهد إيه والله جاي معكم لا لا خلينا يا فهد إيه خلاص صح عليك كده يصير إمعه اللي لا رأية له يصبح مثل الأكر حق يتباف هذين قوات دايمين يمين شمال شمال بالمصطلح السعود يصير خروف يصير خروف ليس البخل حفظ المال بل انفاقه بحكمة البخل أصلا ما بينفق مال أبدا ليس البخل تبذير المال ليس الكرم عزيزي ليس الكرم حفظ المال بل انفاقه بحكمة إن إحنا نحط الحاجة في مكانها اللي تستهل سيحتقرك الناس إذا لم تتحدث عنهم في غيبتهم لو ما ما تكلمت عليهم هيحتقروك وتجنبت الخوض في أعراضهم لو ما تكلمت عليهم هيحتقروك لا يحترموك الناس ما عادش بتحب حد يفعل خلينا كن صريح معه على الأقل هيحترموك تدن الشبع أفسد للبدن من إكثار الأغزية الله العظيم واحدة اختصرت واحدة مغربية لكنها تتكلم باللهجة المصرية وتتقن اللهجة السعودية كأنها عايشة في السعودية وكان بتلعب مع واحد كويتي اللي هو جاسر هذا المشهور هذا بس صراحة سريق أرض جو بيقول لها وش هو فتى أحلامك والله العظيم حصل هذا أمس وش هو فتى أحلامك قالت فتى أحلامي اللي خليني اللي يدعمني الحين يكون فتى أحلامي يعني تقولت الفلوس الفلوس فتى مين عمل حق روح نام روح نام نام لك شوية وتعال الفلوس حبي في قلبي سيحتقرك الناس إذا لم تتحدث لا ما عليك خدنا هذا تدن الشبع أفسد للبدن تدن الشبع لو ما شبعك أصلح للبدن من اكثار الأغذية التي تعود عليه بالتخمة لا والله يا جو وتقول شكرك كنت صهران عليه الأمس لا والله أنا أسمع تيك توك عشان تكونوا فهمين وأنا طالع من الدوام فقط عشان أغير المزاجي بس إيه والله فقط غير كده مش فاضي لأنني شغل في الكتاب يعني فهمتوا علي فأمس كان في شيء غير إليه أسهر على تيك توك أنا فاضي أنا فقط مسافة العشر دقائق أو الربع ساعة من الدوام للبيت هذا اللي اسمع فات تيك توك والغرض منها يعني أواكب العصرة شوف الشيء اللي بيحصل مع الشباب الدنيا فيها إيه بس تدني الشباب أصلح للبدن من أكثار الأغذية التي تعود عليه بالتخمة تقليل على حسن أدبك تحملك حسن الناس إليك تحملك إساءة الناس إليك هل أنت مقدم بس شوفه اسمعني لا تأغض بالنصيحة هذه لأن الناس تدك أفا أو على قلتكم علابي تأغض على تطول تستمر اللي يسئ إليك أعطيه والله بعض الناس ما توقف إلا لما تلاقي إنسان قوي قدامهم وهذا في أصل في القرآن ترى وجزاء سيئة سيئة مثلها أي كمان لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ما ظلم يعني واحد ممكن ينظلها وردها واحدة واحدة بوح لا يعني إيه أعطيه تكشيرة كده تعرفك أنك يعني تقدر أنك يعني تقدر تخرصه بس بيعرف أنك صاح مشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام يزيد من تناول الأطفال ويزيد تفعولهم مع أهلهم مشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام يزيد من تناول الطعام ويزيد تفعولهم لا يزيد تقاعصهم ما يكونش مركزين معنا يقول يا فهد ها تيجي معنا روح روح أي صح صح ما يتعلم عشة برة تيجي معنا صح صح صادق صادق خلاص إن شاء ما يكونش معنا مش مركز معنا يزيد من تقاعصهم مش معنا خريط تغطية الكراهية لا تكلف شيئا ولكنها تقوّل قلب الكراهية لا تكلف شيئا ولكنها تقوّل قلب الحب لا يكلف شيئا ولكنها تقوّل قلب المحبة لا تكلف شي لما نتحبف الله عز وجل ما تكلف شي هذا لما تكون كويسة مع صحباتك لما تكون كويسة مع قريباتك لما تكون كويسة في الحياة اللي أنت فيه ما يكلفنا شي هذا ولكنها تقوّل قلب إكمال الجمل وهو حفظ ضد كوم يعني ينفح فيه الحفظ يجب أن تكون الرياضة وسيلة لتحقيق غاية يعني هل منلعب كورة عشان النشط مخنة مش شانتها وشانتها لالي ولا نصرها تعقب وتخس والله ما تفزون يمسكوا في بعض يضربوا بعض يموتوا بعض هذا الرياضة هذا بطيخها يجب أن تكون الرياضة وسيلة لتحقيق غاية الظواهر الطبيعية كالفيضانات والجدب أدت إلى هجرة الكثير من القضائل عبر التاريخ أعمل نفسك إيه؟ ميت أعمل نفسك ميت يقول الحفظ أنا مقوم يصير لي فرمات في ناس كده ترى بس انت عارف ايش سببها يا فالح واللي بيحصل معها مثل الفالح كده انت عارف من ليش لأن بتحفظ بسرعة من يحفظ سريعاً ينسى سريعاً يا عسل جرب شيء تطول في حفظه والله ما تنساه والله ما تنساه لذلك تلاقي الواحد حفظ كتاب الله ما ينساه ستمية واثنين صفحة ما ينساههم مش تلتمية صفحة ستمية واثنين صفحة ما ينساههم ليه؟ حفظهم كويس لكن انت تحفظهم كده جراية كده جراية كتشف كده حتنام وتسحة تعمل نفسك ميت ان العام ما يرون العالم العامل يكونون في حضرته كالطفل في حجر أمه الناس الطبيعي البسيطة الناس اللي على الفطرة اللي ما عندهم علم طبصتها لكم لما يشوفه مطوع يبدو عليه الصلاح وأخلاقه كويسة وتعاملاته كويسة ومتدائم في الفعل ويعمل بما يحفظه ويعمل بما يقول على لهجتنا كده المصرية بيصير خاتم في صباحه كده يمين يمين شمال شمال لأنه رب العالمين يظهر حقيقة كل أحد أنا ما شفتوني لكن تعرفون عني كل حاجة من خلال كلامي يظهر صدقي من كذب من خلال الحاسسة أنت بتسمعوها مني وأنت بتسمعوها وتعرف وأنا صادق ولا كاذب هكذا كل بشر لأ الناس العوام الناس اللي ما همت الدينات الناس اللي ما بتعرف تقرأ وتكتب الناس اللي ما تعلمت لما يشوفوا إنسان عالم يعني هنقول مثلا مطوع عامل يعني يعمل بعلمه يعني لما بعامل الناس بعملهم بحسن خلق يعني لما بيخطب خطبة بطبقها على أرض الواقع يعني بيضرب مسل في كل حاجة يكونون في حضرته كالطفل في حجن أمه اسكت حبيب بحراب تعال ناكل يلا تبي تشرب تبي بقاله تبي بطيخ على أطول بالاختصار يصير له خاتم في صباح ليه؟ هذا نموذج يحترم لكن والله يا بنات ويا شباب الشباب واخدين انطباع يعني عندهم انطباع غير شوية الوحدة لو رقاصة تعرفون رقاصة؟ يعني خلينا نقول بمصطلح الشباب مش عارف عندي البنات يوسي يسمونها لما نقوله الشاب هذا داشر لو البنت تساو كلمة داشر هذا يعني لو بنت نفس مستوى الولد الداشر وواحد ملتح يناظرها والله تحتقره واحد داشر عاكسها عادي هذا داشر لكن مطوع ويناظرها والله تحتقره تمام؟ فما بالكم بالعوام بعيد المسألة هذا ثاني من أول مرة يجيب التركان إن العامة يرون العالم العامل العالم اللي بيعمل بعلمه يكونون في حضرتك الطفل في حجر أمه حاضر على طور كلما ارتفع الشريف تواضع الله يسعد قلبك كلما ارتفع الشريف تواضع وكلما ارتفع الوضيع تكبر الله دعالنا حنا فوق وانت تحت هذا في عبدو لها كلام زي كده بتحطوه صوت كده على المقاطع بس أنا مش فاكره صراحة يبين إنه يعني إحنا أحسن من الناس والناس اللي كده مش فاكر والله الكلام يعني زي الإنسان الشريف المتربي يصير دكتور في الجامعة والله في سماعة تحس أنه طالب وتحس وترك والله أنا جلس سمحوني بقى يعني أنا هي عنصرية شوية أنا ما أحب اليمنين شوية ما أدري ليش كده وخاصة المشايخ منهم جلست في الحرم مرة وقاعد واحد يتكلم كده في الساحة قاعدنا جيدنا قاعدنا نتسولفوا مع بعض وحبيت الرجال هذا جدا قلتوا بالله أنت إيش إيش يشتغل قال لي أنا أستاذ قلتوا إيش تدرس قال لي أنا أدرس في جامعة أم الكرة هو أستاذ ما قالش يقول أنا أستاذ دكتور في جامعة أم الكرة مكة المكرمة وزي كده وزي كده هذا الرجل والله العظيم عنده علمه وعنده فقه للدين عجيب كلما ارتفع الشريف تواضع الإنسان المتربي على قولتكم أولاد القبائل وزي كده كلما ارتفع ولا شيء تعرفكم فيه المسأل عليه هذا وزير اللي هو الآن وزير الحج والعمر اللي كان وزير الصحة هذا الربيع هذا أو الربيع حاجة زي كده هذا والله ينطبق عليه هذه المسألات كلما ارتفع الشريف تواضع وكلما ارتفع الوضيع تكبر لو واحدة من النوعية الحقيرة المعلمة قلت لها بس اكتدي أسماء البنات اللي بتتكلم تروح تكتب اللي هم اللي ما تحبهم هذا كانت تتكلم يا أستاذة زي كده هذا ما ارتفع بس أعطوها شوي التنفس وكلما ارتفع الوضيع تكبر هذا السؤال هذا السؤال 59 لا يخل منه اختبار هذا السؤال وخاصة انها صارت ايه نمازج عشوائية بتجي من الجهاز احفظوا مثل اسمكم أصدق ما قيل في براءة الأطفال لأنها لا تعرف المكر والخديعة والله هم المكر والخديعة كلهم مكر الأطفال هم المكرين مو بسهلين يا ولد أصدق ما في الوجود براءة الأطفال لأنها لا تعرف المكر والخديعة ولا تحمل قلوبهم الأثام والأحفظ صح فعلا ما يحملون أعطي أخوك كده كف قوي وخلي شوي وبعد شوي يالتجي يروح البقاء على ليه ياله بينا ناس انك ضربتوا أصلا يحاول الرجال الخير إصلاح ذات البي لإشاعة المحبة بين الناس وهنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا ياله من نفسك ميت ياله روح على الكوزات يامنات ياله شباب ترجمة نانسي قنقر